موسيقى الحالة لدرات بورسعيد بورسعيد التالي تنقسم إلى ثلاث فصائل الفصيل الأول وهو الألترس ومشكلتهم الأساسية مع القضية الفصيل الثاني وهو أهل بورسعيد اللي هما شالوا عبء الليلة دي كلها في الأحداث وانهما وصوا بأنهما أصحاب مقتل هؤلاء الشهداء من مشجع النادي الأهلي في الماتش والفاقة الثالثة هي فاقة المنتفعين وهي فاقة البلطجية اللي موجودين واللي دايما موجودين في كل مكان مش في بورسعيد بس يعني هم موجودين في كل المحافظات رحت عشان أغطي الأحداث في بورسعيد رحت من يوم الخميس كان ساعتها اعتصام الألترس المصري قدام سجن بورسعيد ألترس وأهالي المبتهمين قسموا نفسهم مجموعتين مجموعة فضلت عند السجن ومجموعة تانية رحت عند قهوة اسمها قهوة بحرية دي في شارع محمد علي لمشاهدة نطق بالحكم فلحظة أم آل القاضي حالة 21 لفضيلة المفتي كل الشباب خرجوا من القهوة بشكل مفزع وائل يوسف عبدالقادر محمد وشهرته وائل سيكا محمد دسوقي محمد دسوقي وشهرته الدسة محمود علي عبدالرحمن صالح لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية ما كانش ساعتها وارد ان هو اقتحام ولا حاجة لا هو اللي هو ايه عايزين نوسيهم عايزين نروح نحميهم ما حدش كان عنده خطة واضحة إيه اللي بيحصل فكانت حالة من الجري الجري بعيات بحزن بكمية من الغضب الغير عادية فأول ناس دخلوا عليهم وهم بيجروا بالغضب ده كانت كل الكاميرات اللي كانت وقفة سواء كاميرات فيديو أو كاميرات فوتوغرافية كانت متواجدة في شارع محمد علي ما بين السجن وما بين القهوة بتاع البحرية وأول عربية تم حرقها كانت عربية كانت العربية تعلبس من باش بتاع عن تيفي وبعدين أخدوا الكاميرات كانوا بيجيبوا كل واحد من الكاميرا بتاعته أنا كنت أنا صورت الانفعالات في الأول حبيت إن أنا أخد بس حاجة حوالين السجن فقلت ممكن المكان ده يكون آمن فجأت إن مجموعة من البلطجية يتلموا حوالينا بمجرد إن واحد يعني من الأهالي بعفوية بقولك صوروا شوفوا الداخلية بتاعتدي علينا متر من عشرين ترتين واحد بيطردك الأول طبعا اتمسكت واتخدت من الكاميرتين الخاصين بيا قصروا ما قادرتش يحصل على الأجزاء بسيطة منها طبعا ده بعد ما مشيت أحد الأهالي بقى اللي احنا بنقول إن البلطجية فقال إن هما ده بقى المعدن الأصيل بتاع بلطجيب شديني من الشارع من وسط كمية المطاود كلها اللي كان بطردنا في الشارع ونا بجري الراجل احتواني في بيته لمدة أكتر من نص ساعة وما سابنيش لحد ما وصلت الفندق ركبني تاكسي وطمن عليها بالتليفون لحد ما وصلت بيتي في القاهرة هما دول بقى الناس اللي احنا بنتكلم عنهم أن هما أهل برسعيد بجد على الجانب الآخر يوم السبت اللي حصلت فيه الأحداث برضو احنا كنا معاهم على القهوة مفيش مشاكل وبنصور وما عندش منهم اعترضنا إنما أعمالات التخريط دي دي أعتقد إنها ناس مأجورة لإني في لحظة انشغال الناس دي عند السجن كنت بشوف بعض الأفراد مستقلة متسكليات بتحمل بنادق رشاشة بتجرب مطاول سنج بناس بتحرض على إن أي حد من مصر يتمسك ويتشاب بطاقته ده ما يتسبش الأشكال دي في شكلها مش يعني ما ينفعش نقول إنها ألترس ولا أهل برسعيد حكم كان غير متوقع بالنسبة للولاد وبالنسبة لأهل برسعيد فبالتالي هما آآ كان تحركهم من هذا المطهى وهو في شارع محمد علي وكان قريب من السجن فتحركوا ناحية السجن يسجلوا اعتراضهم آآ يقولوا إن هما غير متوقعين لحكم أي المكان ولكن ما كانش هناك كانية عنف ما حدث بأنه هناك طرف دخل وضرب نار في بداية الأمر هو ده اللي خلى المشكلة تفاقمت أنا شايف إن فعلا برسعيد ظلمت وظلمت ظلم بين في أحداث أستاذ برسعيد الأهالي غير راضية على الفوضى العارمة اللي وجدت في برسعيد بعد نطق بالحكم وكان بيتمنى الاستنجاد بالجيش إن هو ينزل والحاجة اللي كانت يعني صادمة شوية إن حتى لما الجيش نزل قدام اسم برسعيد ودي حاجة أنا شفتها ما حملش حاجة رضي الدخلية قاسي على الاعتراض كان رضيها قاسي على جماهير بنصعيد اللي هي بتسجل اعتراضها أو بتسجل الصدمة بتاعتها لحدث خلال الحكم بعد ذلك راحوا يشيّعوا الكنازة ويطلق عليهم النار أي مكان من طرف ثالث من الدخلية ولكن خلينا نقول ضرب النار كان جاي من ناحية نادي مصيد قوات المسلحة أو نادي مصيد قوات الشرط أنا شفت عبارة فيها بابة فتح فيها ناس كتير جدا خرجوا وهم مغطين وششهم بدأ يبقى فيه هجوم جامل جدا على السجن الغرض منه تأخراج المتهمين وعدم نقلوهم لتنفيذ الحكم فبدأ يبقى احصل اشتباكات قوية جدا بينهم وما بين الامن كان فيه اشتباكات الامن بيرد بغاز لكن فيه طلقات غريئة صوتها طلقات يعني وعرفت بعكيها انها جيرونوفت دي ضربت على السجن وساعتها وقع اول ضابط قدام السجن اللي حصل مش عارفهم منقال نصها فوق السطحة ما نعرفش منين مناس بلطة جيّة ما نعرفش الغاز ده اللي أنا شوفته بعيني والناس كان بتقعد قدام زي الفراخ يعني كان بتضرب قدام الناس زي ما يكون فراخ بتضرب قدام مني فيه موتسيكلات كانت بتعدي في شارع محمد علي من اول الاخر ومسكة قالي بتضرب نار عشوائي على الناس وما حدش عارف ده ايه وما كانش فيه امن فرضة امن موجود في المكان يعني معظم الناس اللي ماتت هناك ماتت بشكل عشوائي مش منتمين لألتروس او منتمين لأي حاجة لكن هي الفكرة ان هو بقت حاجة غير مفهومة بصي موتسيكلات بدون نمر عليها شباب صغير سنه ما يتجاوزش الخمسة وعشرين سنة وممكن اقل وفيه عشرين وفيه طمانتاشر دول كانوا بيلفوا بورسعيد كلها الاهالي عندها رعب كبير جدا من احساسها بان مفيش سلطة في البلد رعوا الله يا عقبكم رعوا الله يا نظام بورسعيد وأهله بورسعيد بورسعيد عنا بكتير من ايام تهجير ايام سبعة وستين ايام تلاتة وسبعين ايام نظام المخلوع فيا بقى احنا تعبنا اشتركوا في القناة